بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيد الأولين والآخرين أبنائي بناتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه المداخلة التي شرفت بها وشرفني بها معهدكم الموطن وشرفني بها السيد المدير تتنزل هذه المداخلة في إطار ما يجري في بلادنا وفي غير بلادنا من أعمال شغب بل تجاوزت ذلك فأصبحت أعمال إرغبية تستهدف تستهدف حرمة إلى الولاد وأمنها وكرابها وحدودها وسكانها وخاصة شبابها وشاباتها وأستسمحكم باش المدخل هدايا أمر به مباشرة إلى جوهر الموضوع ومش نتناوله بناتي وأبنائي سأتناوله من الجانب الديني من الجانب الديني لأن المشكلة الكل في الدين في الذين يمارسون هذا الدين القويم دين الإسلام الحمد لله الذي أخرجكم من بدون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأمصار والأفئدة جعل لكم تشكرون سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيقون إنه يعلمون ما تسرون وما تعلنون ونشكر الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونستئيله ونتوب إليه ثوبة تنجين تنجين بها من حر جهنب وفئس المصير وتدخلنا بألطافها إلى جنات النائيين وتبعد بها الإرهاب عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يده الخير وهو على كل شيء غدير يقول تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله ها مع الصابرين ولا تقول للذين قتلوا في سبيل الله أمواد بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوء ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إلا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للباه وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق ما ظهر علينا في الإطارة دا متاع أموالنا وفحيانا إلي شهدائنا في الجنة وموتهم في النعار على خطر هما رفعوا السلاح علينا هما ما حابوش يسلم مرواحهم لينا هالأرهابيين هذون وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب متعرفوك فما عالم الشهادة وعالم الغيب نحنا ما نجمونا نتصرفه إلا في عالم الشهادة الملموس الذي يرأى بالعين المجربة ونمسوه ونحسوه فادي عالم الشهادة أما عالم الغيب فقد أطلع الله نبيه محمد على كثير من المسائل منها هذا الزمن الذي نعيش فيه أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون نص الحديث ستكون فتن كقطع الليل مستقبل ستكون فتن كقطع الليل قيل وَمَنَّ جَاتُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ طالب كتاب الله كتاب الله كتاب الله فيه تابروا معي بداش من فائدة مش نتطوره فيه كتاب ربي سبحانه وتعالى وهو كتاب علم وكتاب دراسة ونجد نفتحه في أي وقت ونقرأه فما المفصر وفما اللي ما هوش مفصر إذن قال لنا سينا محمد صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل قيلة وَمَنَّ جَاتُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَى كِتَابَ اللَّهِ فيه نبأوا ما قبلكم وخبروا ما بعدكم وحكموا ما بينكم وهو فصل ليس بالهزل من جانبه يعني من شاش على حسم القرآن من جانب القرآن قسمه قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أَظَلَّهُ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَذِكْرُهُ الْحَكِيمِ وَسِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمِ وهو الَّذِي تبغير في جميع العلوم من علمه سبقا ومن عمل به أُجِرَ ومن حَجَمَ بِهِ عَدَلَ ومن توكَّلَ عليه هُدِيَ ومن اعتصب به هُدِيَ إلى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تقريبا 18 فائدة موجودة في كلام ربي وكلام ربي قال فيه ابن كثير صاحب التفسير العظيم تفسير القرآن للإمام ابن كثير قال فيه أَلَا إِنَّمَا الْقُرْآنُ فِي تِسْعَةِ أَحْرُفٍ سَأُنْ بِيكَ هَا فِي بَيْتِ شَعْرٍ بِلَا مَلَلٍ مُحْكَمٌ مُتَشَابِهٌ بَشِيرًا نَذِيرًا قِصَةٌ عِذَةٌ مَثَلٌ أَذُمْ الْأَبْوَابِ أَلَا إِنَّمَا الْقُرْآنُ فِي تِسْعَةِ أَحْرُفٍ سَأُنْ بِيكَ هَا فِي بِيْتِ شَعْرٍ بِلَا مَلَلٍ حَلَالٌ حَرَامٌ مُحْكَمٌ مُتَشَابِهٌ بَشِيرٌ نَذِيرٌ قِصَةٌ عِذَةٌ مَثَلٌ هذه الأبواب العريضة والكبيرة نجيدها في القرآن ومن أبرزها الإحلال والحرام ربي أحل لنا الكثير من الطيبات وموجودنا مع بعضنا إلا لأن الله أراد أن يجمعنا وفي كل اجتماع للمؤمنين والمؤمنات لا نحقق إلا الخير وغيرنا نحن ممن يحملون أفكاراً متطرفة ويبدأون أنهم مسلمين هم إسلامويون ما هم مش مسلمون لأنهم خلطوا الإسلام النظيفة الطيبة النزيهة لأغراض سياسية قد تكون أو مصالحة تو الناس تتقاتل من أجل الدين؟ أبداً من أجل مصالحة وأجندات فالناس حرق من وراء السيطار هالإرهابيين اللي هم مولادنا يعني بذاعتنا ردت إلينا اللي حملوا علينا السلاح خرجوا وشاب أفكار أخرى متطرفة يريدون أن يزيلوننا من الوجود وربنا سبحانه وتعالى مانع ذلك وحرم ذلك المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما البخرج يحبوا ينحيوننا من الوجود يحبوا يعملوا ما يسمى بالدولة الإسلامية في الدولة الإسلامية يسوسها القرآن وتسوسها أحاديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوسها زاد الدولة الإسلامية يعني ما اتفق عليه علماء الأمة ما هاتش فما أنبياء فما علماء نرجعوا للعلماء بتعلم العلماء النزهاء الطيبين وكلهم نزهاء هما النبهم نزهاء لا يحبونه للا إلا نرجعونهم والعلماء وخلافة الأنبياء ثم هالناس هذوم اللي انتشروا في العالم أجمع شنية أفكارهم هما يحبوا يرجعونه 14 قرن التالي الإسلام يتقدمه الإسلام فيه خط أفقي وفيه دائرة الخط الأفقي يعني يتقدم دائماً والدائرة تتقدم وتتوقف وساعة ساعة اتوخر لكي تذيب أحسن كيما يقول المثل بالفرنسية روكلي بوميوسوتين هذه نظرية متجذرة في المسلمين وفيه أبائنا وأجدادنا من العلماء عنا تركة كبيرة عندكم إرث كبير انتم اللي تحبوا العلم واللي انتم فيه مؤسسة علمية وإن شاء الله رب يفتح عليكم أبواب العلم يعني ينرجوا بالإرث بتاعنا ننقاهم أن العربة والمسلمين من أجدادنا ونجنوا نسميهم منهم ونجنوا نسمي بصرف النظر عن علباء الدين عنا في المنطق عنا في الرياضيات عنا في الفيزياء عنا في العلوم الاقتصادية عنا في الطب عنا في الصيدرة هذو من كل علماء أمثال ابن سينة الفراغي ابن رشد الجد والقبل وكيناغو علماء تونس عنا زدت في تونس عنا بشير تركي عالم الذرة في الخمسينات هو عالم ذرة وترس في الجامعة التونسية في قولية الولوم هذي الأستاذ بشير تركي وغيره كفر البلاد هذه اللي جاء الإرهابيون وقالوا تونس ليس فيها علماء من الشكون تخرج هالسلثة بتاع العلماء اللي تخرجت من تونس وغير تونس على الدين شكون تخرجوا على الدين مربين أجلاء على الدين أساذة يعني نهدوا من العلم ثم أعطونا هاك العلم باش نتصرفوا فيه ونسلحوا به شأن ونسلحوا به الحياة على خطر العلم الذي لا نوظفه لقضاء حوائجنا ولإصلاح الأخطاء المشاعة في الدين أنا موش قلم البشر يخطئوه ويصيد واللي يخطئ ما قصولوش رأسه ما قادش الإسلام اللي يغرط القصول ورأسه ولا اللي يققوا في البحار لا نعطوه فرصة باش يرجع للثنية الباهية وما ندهمه حتى حد أبداً المسلم المعتدل لا يتهم أحداً لا يفسقوا ولا يكفروا ما عندش الحق ماكش قاضي القاضي هو الله أحكم الحاكمين هو أدرى بنا حاها بالشعور هذا بالسلوك هذا بقدرة ربي نجموا نذوبوا الاختلافات التي توجد بيننا وهي طبيعية ربي خلقنا مختلفين عراضاً طاو أن نكون مختلفين شوف طولنا مشوا قد قد لون البشرة بتاعنا مشوا قد قد سواب عيدنا ما هيش قد قد لا نمتقوا لغة واحدة الألوان بتاعنا ما هيش كيف كيف خلقنا ربي مختلفين في التفكير أيضاً نحترم بعضنا ولا نلغي بعضنا نحن نتكامل ولا نتنافر المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهم الحديث الرسول المؤمن مرآة المؤمن يرى ما لا يراه هو انت تشوف العيب اللي فيه وأنا نشوف أيضاً ما أقدرني ربي على ذلك العيب اللي فيك ونحاولوا باش نصلحوا وخيركم كما قال سيدنا عمر رضي الله عندي الفاروق خيركم من أهدى إلي غيوب النقل قلب الناس وش الانتقاد انتقاد سلبي ونقلني قل لي يا فلان لو فيك هكي العيب الفلان يرحموا لديك وبرك الله وفيك هذا ما يجب أن يكون العمل به تهدي للغلوب متاع ما تخاصموش المسخمون لا يتخاصمون وإذا تخاصمون عادوا إلى بعضهم بعضاً في أسرع زمن منكر علاش علاش لأن الخصومة حرمها الله لا يجب أن يتخاصم المؤمن مع المؤمن ولا المسلم مع المسلم مع المسلم أكثر من ثلاث فإذا بلغنا الثلاث أيام خيرهما من سلم على صاحبه ولو ظالمكوا ولو ظالمكوا ولو أنت مهظوم الجانب هذه الثقافة لا بد أن نتشبع بها لا أضعوا الآخر موضع الخصم أو موضع العدو أبداً البشر لا يكون عدواً لأخيه هذه في مفهوم الإسلام العميق وفي مفهوم الأدينة كل راية تلاقها في المفاهيم الصحيحة والمفاهيم المعتدلة لأنها كلها كتب سماوية المسيحية فها تضطرف زادت واليهودية فها المعتدلين ولكن فهم زادت المعتدلين ونحن الإسلام هو الدين ربي إن الدينة عند الله الإسلام لكن إذا كان صادف وعن أقلية يهودية ما نلوقعهمش المحارب وإذا صادف عنا أقلية مسيحية كيف كيف زادت لا نهددين عليك وإذا صادف عنا أقلية لا تؤمنهم وموجودة ما نخصهم مش نوصهم ما نشرهمش للإسلام إلا بالتي هي الأحسن كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحن خواتين سورة النحن أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسنوا نجادلوا الناس بالت إي هي أحسن مشوا بالت إي هي أخشنوا وهي عربية مش بالسير ما نعملوشي اقوالب أو نعملو نمط ونحطوا لعباتهم كل في قاب واحد ونعطيكم مثال مثلا أنت الناس اللي تصدقوا يفرق عليهم باش يخط اليومنا ألب يسر على الحب بداية هادة سادلة فما السادل وفما الضم يخلي الناس تصلي تصلي أينما يجي نوخو وشو عهو قال ليه يصلي على كيف ما تفروش عليه باش يغط في السجول يغط الجل على الجل على يسرحالك بحيث الأشكال لا تهم شنين ليهم أكثر هو اللب هو العمق والعمق كل موجود في الجليب في القلب امكي على القلب إذا كان القلب زكياً طاهراً تكون كل الأمور طيبة وزكية لأنه لا حب يسكل ويذكرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لنا الدنيا اللي نعيشوا فيها ومنحقنا باش نتشبثوا بها ما هوش كما الإرهابيين اللي متشبثوا بثقافة الموت ما يحبوا كان الموت ونحن نحب الحياة نحب الدنيا لأن ربنا هو يخلقنا الدنيا وابتقي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين كذلك إذا كان حب صلقه ما نجموش صلقه بالفاسدين المسلق هو الذي من شأنه الإصلاح إن الله لا يحب المفسدين كاد الفساده أن يكون كفرا والفساد ملنوع عاد ولداتي حبيت نفهمكم إلي كونوا هالناسا نوما إلي فرضوا علينا فرضان يحبوا يريدون أن يبيدوا الجميع ثقافتهم ثقافة الموت ما يحبوش المرأة متحررة تيرابنا يحبها متحرة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أبقاكم إن الله عليم الخبير خلقنا ربي من ذكر وأنثى أراهوا ما يفوتش أراهوا الدين الإسلامي الحنيف أراهوا ما ميزش بين الذكر والأنثى ولا بين الأصمر ولا بير ونحنا نكون كيف كيف ما ميزنا ربي إلا بالعمل الصالح وبالتقوى أه وكيفقولوا التقوى يقولوا التقوى كل ما تخال وسألة سألة واحد يقول أنا تقي وإذا كان قالك أنا تقي صدقه لأنه لا يمطق عن الهواء المؤمن ما يغذبش التقيش نين مخافة الجليل أربنا والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل إذا كانت ثلاثة شموط الولا عمل بالتنزيل باللي قال ربي بما يستطيع ربي قدوا باكم مش يستطيعوا في ذلكم يعني ما ورده من آيات أمر في القرآن انتبقوها بحذافرها ماهوش فحيح كل واحد وطاقته كل واحد ومخدرته لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل أمران قوله تعالى عندما نزل يا أيها الذين آمنوا تقلها حق تقاته عندما سمع الصحابة لهذه الآية الصحابة وما أدرك ما الصحابة لهم أقرب ناس للرسول أقرب ناس للربي قالوا له يا رسول الله لا نستطيع أن نتقي الله حق المقاتل يرانا البشر يرانا البشر مبني على الخطأ يخطئوه ويصيد وهما فاكل جيدان هذا جاء يا رسول الله لا نقدر أن نتقي الله حق المقاتل نزل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذه من الآيات التي تنسخ بعضها الآية ثانية نسخة الأولى بحيث كل واحد يتقي ربه بما آتاه من مدارك ومن قوة أنت تنجم الكلمة الليل لأنني نجيش ما تجينيش السباح الجوش ما تكنش الليل ببارك أنا نصلي خمسة صالة وانتعاي في الجامعة ما نجيش وقوله مش ملك تصلي كافة في الصبح باركة أنت في الجامعة ولي جاي يصلي الجملة يقرع أنا روحه مفيدا نفسقوه ونكفروه هذا يسمى مجالبة الحق بحيث كل واحد ثم العبادة هي في شكلها كيف ننظر إليها يخي صلاة يا أخي يخي العبادة هي صلاة بارك أو سكاة بارك أو صور بارك أو حش بارك تأكدوا أبنائي وبداتي أن هالجلسة هذه التي نحن بصددها ونحن في محراب من محراب جامعتكم الموقر فده المحراب يقول يا المحراب هو مش محراب ليستنوا في بارك لا المحراب القسم بتاعك والجمعة بتاعك وبيرك والحداد والنجاب حالوتوا بتاعوا محراب لأنه يحالب في نفسه باش يسواها ويزكاها وباش يوكل لقمة عايش طيبة حلال بعرق الجبيل وكاد اليمين العبادة ليست محصورة في الصنوات وفي الزكاة وفي الحج وفي الصور تأكلوا أبنائي والبناتي أن كل عمل تقوم به فهو عبادة وما نهلك من العلم وما نجاحك وتنجح وتنجح ورزق على الله أنا نفاق باشا بالنسبة لكل دول إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي إن شاء الله بلادنا يعني تتحولوا من نحلتها إلى يعني فسحة متاع أمال كبيرة ونسل كل قدرة ربي تلجي الخدمة كل واحد يلجي الخدمة على جرمه وعلى شهائده وعلى قدرة ربي على ثقافه راهوا التلميذ مطالب واخلي يخدم على روحه فهو في إيمانه وراه واخلي نهزت يكونوا نسل على أخلي ولا زميلي ولا زميلي اتغايد حصة ودا حسنين أروه وين كفلان ولا وين كفلانة راهي إبادة راهي سيلة رحم يقول طيب شاية سيلة الرحمة يقرب لك عن طريق رحم الإسلام فم القرابة المباشرة وفم القرابة الغير المباشرة وصيلة الرحم هي مرحمة هي رحمة من الله من واصل رحمه واصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله وهذه الكلمة الباهية وهذه التبسيمة الباهية سيلة عالم عن الجمال وتأكدوا أبنائي وبناتي أن الجمال هو مفهوم إلهي باعتبار أن الله جميل ما فماش حاجة جميلة كما رب وسألساء يخوفوا وليقولك يخوفوا ويخوفوا فينا بربي سبحانه وتعالي الشيء الجميله بدون حدوة جمال ربي ما يخوفش نحن نمشي والربي على خطر نحبوه وصلا خطر نخافو منه بحيث كلمة الجمال جمال اللي سان وين في الصدق وجمال الوجه فين في الإبتسامة وتكسومك في وجه أخيك صدقة وجمال القلب فين عندما تطردوا منه النميمة والحسد والبغضاء والأنانية وقت تقول أنا عندي قلب جميل ولهناء نرجع للحديث ليش؟ بديد فيه قبلة مش نرجع له الدنيا مزرعة الآخرة من زرع خيرا حصد غبتة يفرح ومن زرع شرا حصدنا دامة ولا نفيدهن داما والكل علىش مكبة مش بدنا على القلب جبال القلب أنت ما تطردوا تطردوا منهم النميم والبغض والحسد والأنانية أنهم الكل يولي قلبك جميل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدلنا في ابن آدم كل بشر في ابن آدم مرغط إذا صرحت صرحا لها سائر الجسد وإذا فسدت فسدانها سائر العمل لأن العمل التحرك بتاع الجسد يجي بالعمل لكن القلب إذا كان صلح رأوا يصلح اللي هيصد القلب ويصلح العمل اللي بتاعك يولي كل خطوة بتاعملها بتكون إيجابية إنشاء باش بالقلب الطيب الزكي اللي خرجت منه ما يسمى لقص عليكم وعلينا بالأسقار أو الأمراض الإشتماعية اللي هي ما تتداوى إلا بعزيمتك وبتوكلك على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فالإطارة دا ابنائي وبناتي نحب نفتح لو سمع سيدي المدير نفتح عالقليلة حيز من الزمن نبنى يخشو مع بعضنا قلقنا عنكم بعض الأسقار حول الموضوع اللي يجينا من أجله أو حول موضوع أخرى نمر كل ماتر دا أربعة ساعة أربعة دراش اللي عملوا سودان بفضل ونتقاولوا مع بعضنا على الإجابة مع الأدم أني ترك عن سيد رودير المقترم قالت لكم وفيق الحمال من يرغب فيها سيجدها عن سيدي المدير هاي موجودة وفيق العمل هالية هي مقاومة الفرهام تلجاوا فيها الآية الكرآنية تلجاوا فيها الحديث وتلجاوا فيها أيضا ما تفضل به علماءنا الأجلات من الغربين أو من العرب والمسلمين هدا الوثيقة هذه مش نخليها لكم هاي موجودة طبو يوازع عليكم سيد مون هذه تقريب عشرين ولا تلاتين واحدة تاخدوها بعد انتوا سيد المدير تزيد لعملهم إضافة أخرى بتاع وثيقة العمل والآن نفتحه الأسئلة اللي عندنا سؤال يتففل بالغير نسلش بسيد المدير ما تقولك ما تتحرجوش أي سؤال يخطر على بالك ومش نتعلم هو معنا وسيد المدير يوم عام ولنا شريكاني جميعا في الثواب كل واحد أسائل ومبسؤول شريكاني في الثواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عبدالداري في الإسلام اين عبدالداري في الإسلام اين عبدالداري في الإسلام اشوفوا بعض التنصص من بعض المسلم بحرورة هاي في الوقت الحالي زدت تصوري انه زدت يموما يزدت يشوفوا فينا بحرورة بحاجة تدي جوز حابت حابت لعرف الدليل القرآني الدليل القرآني عون السن اللي بجي عكس اللظر إيه بارك الله وفيك عسون بيك كل مشوع نحنا لما بحثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وقد بلغ عمره الأربعين سنة تبعث سيدنا محمد نبي وهو بمكة عمره أربعين سنة موش من مكة مباشرة مش المدينة لا جعلت 13 سنة في مكة علاش لترسيخ العقيدة أول حاجة هي التوحيد اللي جاءوا به الأنبياء والرسول الذين سببوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلم نعطيكم الرقم مية وأربع وعشرين ألف نبي ورسول هذو من كل بعد من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم عن النبي وعن الرسول النبي عن كذا شروط السدق والأمانة والتبليغ النبي رسالته محدودة عند قومه أما الرسول يزيد على كذا شروط اللهم السدق والأمانة والتبليغ عنده صفة أخرى أعطى هذا ربي هي الفتنة بالطاعدة أو الفتانة وهي درجة أبلغ وأعمق من الذكاء على خطر الرسول يتلقى الوحي مباشرة من الله وهذا يتطلب درجة كبيرة من الوحي والذكاء على كلها في نشر الرسالة المحمدية رسالة الإسلام عمق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكا الحقيقة تهدنا على التوحيد لأن رب سبحانه وتعالى إن الله لا يخفر أن يشرق به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء وعداش جاء برشة رسالات وبرشة أنبياء لأن الناس أشرقوا بالله جعلوا لله ندا وسنوا يجي يجي النبي باش ينحي هكي الظلامية هديكة يعني تعدد الآلهة والله واحدهم رسخنا التوحيد رسخنا العقيدة العقيدة ومن بين أفار العقيدة هو جاء الصلاة وصيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدا يبعث وقتاش إيا تفرضت الصلاة وقت يمشينا المدينة المنون في مكا ما فمناش ما تفرضتش لصلاة ولا زكاد ولا حج ولا صوت قعدنا تلتاش نسناه وصيدنا مقبلة صف العقيدة ما جاءوا هدونا إلا بحث بداية تنمية السنة الأولى للهجرة والسنة الثانية حتى وصلنا للحج في السنة الثامن الحجة كنت أخرى تفرضت على الناس يعني أمت زكاده وصوله وصداته فكانت في السنة الأولى والسنة الثانية متاع الهجرة يقول قال واخير لي بعث الصحابة متاعها تعطى لهم سيشوا ناس وعلمهم الصلاة بنطفن إذا كان تعلموا الصلاة تعلموهم الثوم إذا كان تعلموا الثوم تعلموهم الزكاة تأخذوا من أغنياء القوم وتعطى إلى فقرائهم فلما اتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض الناس وارتد الناس الناس ارتدت قالوا احنا كلنا نعطيه في الزكاة واخد كان واخد كان رسول حي اتوفى الرسول موفق ما حداش نعطيه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قرر أن يقوم المرتدين لأنهم ارتدوا عن دفع الزكاة وارتدوا أيضا عن الإسلام وكأنهم كانوا يعني يعبدون الله مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فلما تنوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انتهت هالعبودية هدية لله فم تقول لي؟ من حيث كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة في الأوائل يعني يؤخذوا بالذين والنصي حتى نرتدوا من بين المرتدين سيدنا عمر رضي الله عنه كاد أن يقتل معتدا لكن سيدنا مؤكد رضي الله عنه قالوا يا عمر هل أنت متأكد أن السيد هذا مرتد فعلا ما عادش صنوا ما عادش زكي وخرج من من ملة الإسلام قالوا مش لي متأكد بحيث لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاقب المرتدين كان يأخونهم بليل ولا الصحابة أيضا يعني استعملوا يعني الشدة مع المرتدين دينا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واللي هم يحبوا يحطون نحن مرتدين فهم المرتدون من قال لأخيه أنت كافر فهو كافر الذي يتألى على الله مش معلها يتألى يعني يأخذوا مكان الله عادي يتألى يقول لك أنت كافر فهو كافر ربنا يقول له أنت كافر وهو ليس كافر فاضح مش أخذوا بزيد كاسة لها حتى في خير جوهر الموضع أولا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ربي أحبك عاش بنتي تأييدا لكلامك أريد أن أقول كلمات ليست بنفس الفصاحة التي أردنا ليس كافر ليس كافر ديننا دين نصر وليس دين عصر فمن المطلق هذا أنا أقول كلمة إن هذا الدين لمتين فنتوغل به برفق وليس بفور أنا أحب أقول لكم علش ما تدوش تكثروا من الحولات التحسيسية هذية لأنه إذا كان سؤالي ما هي الآليات التي أحمي نستطيع أن نقاوم بها هذه الظاهرة وظاهرة الإرهاب اللي هو ما يعنيتها مخدين فكرة أن الدين وهو دين ومدينه عصر يسر وليس عصر دي ما نعرف نفس الكلمات في التكنولوجيا اللي عايشينها طور في التنطور اللي عايشينه طور فكيف تنكون الآليات لكي نقاوم هذه الظاهرة بركة الله وفي بركة الله وفي يعطيك صح يا عايشين بركة الله وفي آآ استبقت سؤالك في وثيقة العمل هذه اللي خلقاكم عند سيدوني بارتأينا بعض الأسلين التي يمكنوا أن نقاوم بها هذا الطيار الجارف طيار البرهاب من منطلق إنساني باش منقولش ديني موسيق ده محمد صلى الله عليه وسلم توفي مات يهودي في المدينة المنونة ف قالوا من رسول صلى الله عليه وسلم تشكون هدايا قالوا ليهود فمشى في جنازته عن رسول صلى الله قالوا يا رسول الله إنه يهودي وعدون دين جوابه من رسول بكلمة واحدة أليس إنسانا واختاش مش يفهم ويشباها اللي حطينا نحنا مورد الدين بيستانشنا قبله واختاش مش يفهمه اللي نحنا رانا خلق ربي رانا عيال الله الخلق خلق الله والخلق وعيال الله ربي ما فلقش بين يهودي ووسيع مصر لكلنا عيال الله نحترم بعضنا البعض عبدالباين المقترحات هاي موجودة لهنا أقررتكم بعضها هاي وان قلتلكم لباب القول ونظرا للخطر الدهر من جرى هذه المجموعات الترهابية فإن المجموعات الدولية تعرضوا الحرب على الترهاب بشدة الوسائة وملاحقة الترهابين في جكونهم وكل الأماكن المتوترة وقطع الإمدادات عنهم وتوخي خطة وطنية فائلة لمحاربة الغهاب بشدة وضرع ومن بينها على سبيل الذكر لن حصل إغلاق كل الغدود مع الدول المجاورة وتركيز آليات متطورة للكشف عن الأسلحة والمواد المشبوهة اثنين أن تكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة داخل العائلات عائلاتنا نحن نحن ثم ساعة عائلات يطلع فاق إرهاب والإرهابية يطلع عليكم تتبرى منه العائلة لكن هو شوه دا دا إذا ننشه نحن ضرب مراقبة شديدة على المساجد وأنا والمسجد نعرف إيش نقول الإمام خبليهم وما يجري فيها من خطباً تعرضية على العنف ودروس داوية مشبوهة وإيقاف أصحابها وتتبعهم قضائياً مناحقاً مناحقاً الجمعيات الخيرية ذات الطابق الديني والكشف عن مدخراتها المالية والمشؤون سيد المدير تم جمعيات عندها عشرة ملار دواد مشو عشرة ملار دواد وفوقها الفرنساوي كانت الكوسيار فوقها ترصد فوقها ملايه جمعيات في تونس المير يعطوهم هنعطوهم هنعطو بها المشاريع بقى الجمعيات دي يلزم يتبعوها ونشوف منين جاي الفلوس بقى تعزيز الاندمان إلى مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل المواد ما روه مش معار أبنائي وبناتي روه واحد لواحد ينشد النشيد الموطني راهي نخوة راهوا الحب الوطني راهوا يجري في غروغنا يا ما خير نحب الوطني نحب الموطني نحب الموطن نحب الباشر نحب الحملي فاهانا نحب باشر الموطني نحب الوطني وحب الوطني من الإمام فما البعض اللي تقوله راهو النشيدة ذاك المكدس يقول خامش ومقدس. مش هدار بيهداهم عليكم يا اخي. باك. تعزيز الانتماء الى مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل المواطنة. فن فرشة جمعيات طيبة فندي عمل بتاعها اجتماعي. ما فنفاها باس من خلطفات. وما عدمش فلوس بزاك. انو ما عدمش من اقول ما عدمش بكل فلوس. اما يجيب هالفلوس. باك. تحييد الدين عن تنافس الاحزاب للوصول الى السلطة. بعد الدين. تفقد الكتاتيب والروفات القرآنية والزامها بكراز شروط وصارت الشؤون الدينية فعلا. لان الكراز شروط وصارت الشؤون الدينية فيه. يعني الروفات القرآنية والكتاتيب مفيش كالقرآن رب. القرآن هو حصة كبيرة. تيعمل ساعتين الصبر. ساعة القرآن. وساعة الخبر. نعمل فيها. انا شيء. نعمل فيها اه طربة نشكلية. نعمل فيها اه حسان. نعمل فيها خط. يعني اللي موجود في كراس شروط وصارت الشؤون الدينية متبقوا في الروفات القرآنية مثل كتاتيب. وذات فنقول فعلا على قطر برشة الروفات القرآنية ما هوش يتبقوا في الشيء الضيء. ويعلمونا فلانا في حواج ما انزل الله بها من السلطة. باتر. التسريع في المؤتمر الوطني لمقاومة المقاومة الترهاب. هذو يجريوا. طبعا عنين يقول لك فلانا فيه مفرش. فب. يا ولدي هاي اللي مبعدنا هالحزاب وهالناس المسؤولين والمجتمع المدني فب. اللي مبعدنا ونعمل المؤتمر ونطل فيه بنوط ونبتفقه ونعمل خطوط. خطوط لا نتجاوزها. فيه كان فيه احترام الجميع. خايفين. عنيش? يقول لك توفهمها ميلة ثانية تاريخ بيات? مش يغع الكشف عنين. يخلي بركشفه. يخلي كل واحد يفحقه. هذي بالنسبة لبعض اللي قات البنكي المحتمة هاي موجودة الهني. توف منها ورخها. واذا كان عادة الاضافة تفضل. اتفضل. اتفضل لك عائشة. احنا كل حاجة تش نعملها يظن على الدايجنوستي. بسانس. احنا قبل ما نعملوا الايات هاي دوما. الملمون نعمل تشخيص للآفة هذية اللي احنا معاها. وسبون تشخيص نرجعو اكثر لماذا وجدت هذه الآفة. شنو اللي خليها تصير. شنو اللي خلي. كي ما بقولوا احنا نتقاو انسان يحب يقتل خوه. وما سيبا كوا. اعليش. كيفش وصله ولا هو عنده الجرأة. وانسان النبادئ الاسلامية اللي احنا تربينا عليها وسبنا عليها. شنو اللي خليها كاكة. انا سمحني. ممكن هذي فكرتي. افرق انو انهاب. افرق انو انهاب. انهم عبادي يقتلوا كذام عندهوش قلوب. ادوما فران شموع. احنا هذا مالنضايب. ولكن فما الفقر. الفقر هو اللي وسط التمسان يكون يعمل اي حاجة. فما الحقد. فما الغيرة. امراض النفسية او بالاحرى. امراض القلوب. ان اصحها للتعبير. احنا اذا عالجنا المسائل هذوما. اذا دغنيغمو انا اسمع في احصائيات. يقول لك من اكثر الانجينيور وليسانسيي وجونسي الباكوا. وفرولهم مواطن شغل. هذي المسألة اللي احنا يزونا نعالجوها. بغمير الاليات تذيك. توحيد الصفوف. ولكن يزونا نشجع الشباب بتاعنا انهم يعملوا استثمارات. انهم يخاملوا في حاجات اخرى. يخاملوا في بديل. بديل الفقر. صمحني ما نشوفوش من نظرنا احنا هذا. اذا اخرجنا للناس الفقائر. والله مرة تفرجت في التلبزة. واحد في الساحرة قال كتبينيش اصلا يصير اثور في تونس. بمعنى ايذوكم الناس اللي معتزلة. ايذوكم الناس اللي بعاد. احنا نحاولوا كما قولنا بحملة تحسيسية. للناس الكل. اذا وحدنا الصفوف امتعنا. حقيقة المسألة تكون حاملة تحسيسية. معادة وحيد الصفوف. معادة الحق. الثقافة تكون عالية. واحنا نلمشوا على الثقافة العالية انها تحارب هذا الكل. هاتك صحة. هاتك صحة بنتي ربي بان فيك. عفل السؤال الذي يمخيض تضغط يعني. نتاكمل الكلام الأخذ بالآهب. نسأل. الغيبينة دوما نحكوا عليهم كأن الكائنات جاي من فلاصة أخرى. تحبوا يوكوت ونحبوا يام. قولنا نماش عبيل هكذا. نمش بيت حدود. يعني تم اسبابة خليهم هكذا. من جمع الاسبابة دي. هما تناقض حتى بالآهب. مثلا في مصادر التجرية. ثم مثلا ليقولك إذا لقيتوا. أنا كفر وفضر بريقابي. ثم خاطي لهم حيث ما تفتومه. ثم كنا قصت وقت لسا كل الناس منك بالحكمة دي. هاتك. الانسان كيفش يفرخ تكتزي. نمش فوق هاتك. 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 كيفش تفرخ الناس من. اختش قدروا بالحكمة دي. هاتك. 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 احنا محكياش على. لا. لا. كان الجانب البالي دي. هاتك. 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 اللي. تحدث. هلاش الايمان مالكا. رحيم مرضاه. ويسلو على ناس. على ناس تقولها دعا. حتى تقع. نحنا وقع الارهاب واتم. والناس هذوموا نبسين بجرائم انسانية والعذر الفاسد في الجسر يقعوا بطره باجناع علماء الدين وعلماء يعني شدة الاخصاصات الناس هذوموا غلقوا امام انفسهم باب الدوار الحوار اللي هو اساس في جميع الشراحة سكروا باب الحوار يغرق الانسان وشو ما يغردش لكن ما حبوش يتحاول رفقوا في وجهة السلاح وقتلوا ويدانوا منطخة ويحبوا يعملوا الدولة اسلامية مسيفة لان الاسلام ليس دمويا تقولي هاول نرجع بالفتنة الكبرى والفتنة اقتلوا يقعوا الدم يسير وقتها تساند دم تساند دم وقت دخلة المصالح والكاسة والمناصب دخلت في الطرح وقتها تساند الدماء اما قال اسلام ومنهم براء براء الراعيل الاول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعني خلافه نشوفه تعدات الأمور عكيف ومن فلماش واحد وصي على وسي يا اخي انتي تحبت شي واصية عليها انا اخي تحبت شي واصية بيني وبين ربي من قال لك انك رأيك فيها انا سيدي مزوحش انا سيدي مرتبت انا العيوب الكل فيها كيف نصبت نفسك قلب كيف نصبت نفسك ساعة قابلة وضحكم على الناس نحن نبقاوا دينا في مجال النصيحة ونهديوا لبعاظنا ريوبنا ودعونا هم وغيرنا نحن يعني مش جديد لنا قديم هو قديم جديد قديم جديد وكل ما تجددها فرق ما جاء يعني بشدة اكثر شدة بحيث الآية اللي كان يعتمد عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الحوار والحكمة هي دي ريح عند اسبب نزول الآية دي متاع خواتيم سلطة المحل قدروا الى سبيل يطني بالحكمة راه افضل ما اعطاء ربي للإنسان هي الحكمة ومن بوت هي الحكمة فقد بوت هي خيرا كثيرا الحكمة الحكمة صاحب الحكمة راه يكونوا في الوضع يعني الوسط في وضع الاعتدال ما يكونش لا علمين ولا علمين معا احترامي لهؤلاء وهؤلاء اما الوضع الاسلم هو الوسط اذا كان قررنا لبلادنا النجاة ماذا بينا الدعوة بما بالحكمة والموء الحسنة فاذا الذي بينك وبينها في ايه اخرى فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم واختي انا بالرحمة وبالكلمة الطيبة وبالوجه المشرق وبالوجه العجوس ونبعده على العنف والتطرف بقدرة ربي نوصله الحل وراو انك هو الحل الاسلم اللي بصناله شرف بوجهك بسلاح هذا الجل يجب ان يقع ان يقع بطنه من جسم الامة يقوله امه نقوله تونس يقوله الامة قاطبة نقوله حتى الانسانية قاطبة نشياز هو نشياز عشونا هي مش مروني كالشخاص هي مروني فكرة الكامل ها قلنا هي متطرف ولا ليه نحنا قلنا متطرف ولا هو قم على نفسه بتطرف هي صحيح تطرف موت هو متحلس المشكلة موت هو متحلس المشكلة طب الفكر كبير باقي باقي يمز جديم ها قلنا عشو قلنا عشو قلنا عشو قلنا عشو قلنا بعض الامزل نحنا الهداف الوقت اللي عملها دير نمشيول الجذور نمشيول المدرسة نمشيول الكلام عايداته زي من ابو والام عاديين الحوار حقه في العايدات زي من ابو يحكي ما نقول عبدتو يلزم نحكي معاه يلزم الاختدعوا اللي يكونوا الرسالة بتاعنا لا يسد في الابادات اللي نعلم فيها ديك ما يقول خلصنين يا رسولان مسلمين غير ججران المسجد فاذا خرجنا من المسجد لوحنا الاسلام وراء ظهورنا وذي الواقع طويلة ذي الواقع يزمنا فورة فكرية وفورة فاتفية ثقافة هي يعني الاسلام ثقافة يقولوا ثقافة يعني الممارسة وهذا يعني ايش ربنا سبحانه ولا ايش علم يعني تناخد العقيدة بتاعنا الاسلامية كده ينفاه اربع يعني بداك وثلاثة ارباع معاملات ثلاثة ارباع معاملات هذاكم اللي مش يحسبنا ربي علىهم اكثر هي المعاملات يعني بداك بينكم بين ربي اما المعاملات يعني سيظهروا كثيرها فاني على الناس واصلح الناس هو اللي يكون صالحا لدى الناس ويكون اقرب الرب اللي بحانه وتعالي يوم الجيلة هو الانسان الصالح اللي يصلح وميفسنش ربي ما يحبش نفساد ان الله لا يمكنهم ان نفسدين بحيث مش نخذوا ربما يعني ديما نرجعوا قدروا الى سبيل ربك بالحكمة دي والقويفة الحسن وجادلهم بالتبيهي ان ربك هو اعلم بما انظل عن سبيله وهو اعلموا بالتبيين وان اعقدتم فعاقبوا لما اوقبتم به ولكن صبرتم لا هو خير بالصابرين واسبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يبقرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كملكم بصورة متاع نحن الذين نزلت في غزود وحب السنة الثالث الهجرة عندما استشهده سيد الشهداء سيدنا حمزة ابنه عبد المطرب هو عم الرسول وخوه في نفس الوقت هو عم وخوه يقولك يا علاش عمه هو خبه وخوه جيزاش ارفعه ويا رفعتهم فويبة قبل ما يرضع حبيبة السعادية سيدنا مؤامس والساد ارفعه من فويبة وما ارفعه من فويبة الرسول وقت قتلوله عمه اشغال يعني بشر الرسول يعني حملته الحمية وقال يا ربي لا افلينا عمي بسبعين من المشركين طول قتلوا واحد وقال ما نبرد إلا ما نبتل سبعين من المشركين لأنهم قتلوا لي عمي وفقد النهارة ذاكا استشهد من المسلمين في غزو الوحيد غزو الوحيد استشهدوا سبعين شهيد وسيدنا حمزة هو سيد الشهداء ودفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قبر واحد وهذا تشريع المؤمنون ينفنون على بعضهم البعض وكانت واحد زوز مدرك ولينفنوا وما بعد طول قيم قياما لأننا لا لا ندرك ولا نعلم خبايا وأسرار دينا أم يا رب أنه أسألك موشي بادي رحمتك وعزائي من مغفرتك والسلامة من كل إفن والغنيبة من كل در والفوز بالجنة والنشات من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا غنيك يا حميد يا بودك يا مهيد يا رحيل يا ودود أغننا بحلالك عن حرامتك وبطاعتك عن معصيتك وبففلك عن بسواك ولا تجعلنا من الغافلين ربنا لا تآخذنا بما فعل السفهات منا وارحمنا يا ربنا رحمةً واسعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أمن نصدر فيك وندوق إليك أجدد لكم الشكر سيدي المدين وشكرا لكم على حزن العناية والإنسائز